اشتركوا في القناة والحل والبعض يسألني هل أنت مع هذا الشعار أم لا وأجل الإشكالية في معرفة الإسلام الذي هو الحل ما هو هل هو الإسلام التاريخي المذهبي أم هو الإسلام أو الإسلام الله يعني هل هو إسلام الله أم إسلام البشر الذين خلطوه بسياساتهم ومذاهبهم وتاريخهم وأهوائهم ومصالحهم هذا ليس إسلام الله الإسلام الذي يعني الجماعات التي ترفع الإسلام هو الحل من خلال معرفتنا بمصادرها و رموزها وتاريخها وصلاطينها أن إسلامهم الذي يرون أنه هو الحل هو إسلام الخلافة إسلام الدولة الأموية والعباسية وحتى إسلام دولة الخلافة الأربعة تحتاج إلى فرز يعني ليست ليست المثالية المثالية هي في الإسلام القرآني إسلام العدل إسلام الحق إسلام الحق إسلام الصدق إسلام طبعا يحسن بنا ونحن نتحدث عن الإسلام أن نذكر آية نذكر آية لتبين السياق الذي يأتي فيها الإسلام الناس فاهمين خطأ تقريبا الناس فاهمين بأن الإسلام هو ما نحن عليه هو ما نحن عليه يعني ما كان عليه المسلمون فهو الإسلام هذا غير صحيح الإسلام أولا شرحته في بعض المقالات بأن الإسلام في القرآن غير الإسلام في الروايات سواء أحاديث أو تطبيقات صحابة وتابعين صحيح أن الأحاديث وتطبيقات الصحابة والتابعين فيها فيها ما يشبه الإسلام الأول والإسلام القرآني ولكن الناس ما يبحثون في الإسلام القرآني لمشكلة مطلقا الإسلام القرآني يبقى في القرآن واللي يمشي هو الإسلام المشوه يعني الإسلام كلمة واسعة تجد عادلا قد تجد من الخلفاء عادلا أمينا صادقا معرفيا وقد تجد رجل وسط خلط عملا صالحا وآخر سييا وتجد ظالما مشكلة الإسلاميين يجمعون كل هؤلاء أنهم إسلاميون أو أن هذا الإسلام ووصلنا مثلا أعطيكم مثال من الآراء العامة ضروري معالجة الآراء العامة مثلا يقولون أن بني أميّة وبني العباس والفاتحين أوصلوا الإسلام إلى المشرق والمغرب أوصلنا الإسلام إلى الأندلس وإلى أسوار الصين وإلى كذا هذا لم نوصل للإسلام يعني ليس بني أميّة مؤهلين لإيصال الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها تقريبا أوصلوا يعني الأهداف الأهداف الفاتحين سواء في السلب أو النهبة وإحتلال الشعوب أو إشغال المعارضة يعني هي أهداف سياسية شيطانية كبرى فلا يجوز أن نجعل الإسلام تحت أقدام الفاتحين لا الإسلام فوق رؤوس الفاتحين فوق من أعلى فهذا كمثال على طبعا ما أحبب أتحدث عن الفتوحات الإسلامية سبقا تحدثت عنها سابقا ليه تفصيل فيها يعني يعني أنك قد تعتذر عن فتح الشام والعراق وقتال من قاتلك الشام والعراق كان سكانهما عرب مضطهدين من قبل الفرس والرومان إلى آخر المقصود أنه الآراء الشعبية نحن وصلنا وهذه جهليات نحن وصلنا المغرب والمشرق ونحن فعلنا وفتحنا وسوينا وطلعنا نحن ونحن 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 هذه اللغة الشيطانية أنا خير منها يعني تزكية النفس إن الذين لا تحسبن الذين الله عز وجل يجعل هذا علامة العذاب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب هذا الفخر وهذا أننا ما في مثلنا وهذه التزكية والتزكية شرك في القرآن الكريم هو نوع من أنواع الشرك تزكية النفس الذي يحب ما يفعل أصلا وأنتم لم تفعلوا أصلا القائلون نحن وصلنا نحن وصلنا إنما وصل آخرون تلك أمتهم قد خلت هنا تدخل تلك أمتهم قد خلت في التفاخر وليس في يستخدمون تلك أمتهم قد خلت في منع ما حدث بين الصحابة بينما السياق في القرآن هو رد على اليهود الذي يقول كان مننا إبراهيم ومننا إسماعيل يقول تلك أمتهم قد خلت لها ما كسبت 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 لها ما ك كأنه نازل في هذا الجماهير الذين شابهوا أسلافهم في التفاخر بما لم يفعلوا والفرح بهذه المظالمة التي من استعبال الشعوب بأنها الإسلام على أي اتحاد الإسلام هو الحل يطرح الأخوان المسلمون طرح صريح كشعار وإن كان الطرح السلفي فيه وفي الطرح الشيعي فيه أيضا يعني يطرحون هذا العنوان ما تستطيع أن تصنف الجميع لا جميع الإخوان ولا جميع السلفين ولا جميع الشيعة يعني ما تستطيع أن تصنفهم في مكان واحد بأنهم جاهلين يعني أن طرحهم أن يمدحون الإسلام السياسي لا يعني فيه نحن نعرف مثل سيد قطب رحمه الله مع أن السلفين يشنون عليه حملات شعواء ونعم عنده جوانب تكفير في معالم الطريق لكنه لا يعتبر سيرة معاوية من السلف من الإسلام ولا حتى سيرة عثمان في الست سنوات الأخيرة فعنده تقدم غير إخوان متأخرين يرون أن الدولة الأموية العباسية ما شاء الله يمثل الإسلام وحتى من قبل حتى الخلفاء ما يسمى الخلفاء الراشدون وهذه التسمية طبعا فيها حديث ضعيف أو فيه ظنية في الدلالة عليهم هل هم هم أم غيرهم وهو حديث العرباضة بن سارية وهو ضعيف أصلا الإسلام هو الحل نقول نعم متى إذا أخذنا الإسلام من القرآن الكريم ما هو الإسلام في القرآن الكريم شرحته في مقالات سابقة بأنه طبعا لم ينشر هكذا مرئيا ولكن كان بعض التغريرات جمعت الإسلام في القرآن غير الإسلام في الروايات الإسلام في القرآن هو الإقبال على المعلومة الصحيحة الفكرة الصحيحة والفكرة بشكل عام آسف الإقبال على الفكرة إقبالا صحيحا بالسمع والبصر والفؤاد واختبارها ثم مرحلة التسليم بالمعلومات الصحيحة ثم مرحلة عمل الصالحات لماذا؟ لأن الإسلام وراد خمس عشر مرات في القرآن الكريم إن أسلموا وإن تولوا هو ضد التولي فالتولي ما ضده بضدها تتميز الأشياء التولي ضده الإقبال وهذه الفقرة فقط اللي هو الإقبال الصادق على المعلومات الإقبال الصادق وبحثها وفرزها والتجبر فيها والتفكر فيها هو بحد ذاته ثلث الإسلام الإقبال ثم التسليم ثم العمل الصالح هذا الإسلام في القرآن ويستحيل جداً يستحيل أن يخلو كتاب الله من بين الإسلام طبعاً استعرضت الأحاديث سيأتي موضوع الأحاديث بنية الإسلام على خمس وكذا بأنها لا تتفق مع آيات القرآن الكريم في هذا هي شعائر هي صحيح واجبات وشعائر لكنها ليست الإسلام الذي بيّنه القرآن الكريم إذن عشر مرات تقريباً وردت إن أسلموا وإن تولوا فالإسلام ضد التولي والإعراض والكبر والصدود وهذا الكبر والإعراض والصدود موجود اليوم في المسلمين أكثر من أي أمة أخرى فلأمم الأخرى فيها على الأقل هذا الإسلام هذا الجزء الأول من الإسلام الثلثة الأول من الإسلام موجود في الأمم أكثر من المسلمين فيهم إقبال على المعلومة يفتحونها وينظرون فيها ويتدبرونها إذن الإسلام وإن تولوا عرفنا بأن ما ضد التولي هو الإقبال إذن فالجزء الأول أو الثلثة الأول من الإسلام القرآني هو الإقبال وهذا أول الهداية وهذا موجود كما قلت عند المتواضع عند المعرفي وليس موجود عند المتمذهب المتكبر غالبا لا يحب أن يعرض مباشرة حتى أن أخيه في الدين وكذا يعرض ويهجر وهذا النفور الجزء الثالث ذكروني موضوع النفور هذا موضوع مهم جدا الجزء الثاني من الإسلام هو التسليم إذا وجدت معلومة صحيحة يجب أن لا تتكبر عنها ولا تصدف عنها سواء كانت معلومة طبيعية أو معلومة دينية معلومة عقلية معلومة إنسانية ولذلك الله يقول والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم والتقون هذا هو التقوى إذا أخذت هو فرع من التقوى يعني الصدق فرع من التقوى إذا أخذت المعلومات تأتي بالصدق وتصدق به تأتي أنت تتحرى الصدق أن لا تقول إلا صدقا والآخر وإذا جاءك الصدق تصدق به هذا في التسليم هذا يدخل في مسألة التسليم يعني التي هي الثلثة الثانية للإسلام كلنا الثلثة الأول الإقبال الصادق على المعلومة يعني تقبل على أي معلومات يعني الآن الحوارات موضوعات الحوارة في العالم الإسلامي كثيرة لا أحد يقبل على أحد كل أحد متكبر ومعرض ففيهم الجزء الأول من أضدال الإسلام وهو التولي والإعراض إذن الإقبال ثم التسليم طيب أقبلت وأنت واثق أن الحق معك ثم اكتشفت والله أن هناك معلومات عند الطرف الآخر أحق فيما بغي أن تسلم بهذا الجزء الثاني من الإسلام أو الثلثة الثانية الثلثة الثالث لأنه أتى الإسلام ضد الكفر كما قلت أتى ضد التولي في عشر مواطن ضد الكفر تقريبا خمس وأتى ضد مجموعة أعمال ضد المعصية ضد كذا ضد الظلم في مجموعة أعمال نستطيع نجمعها تحت مسمى العمل الصالح يعني الإسلام آسف يعني أضداد العمل الصالح يعني الإسلام ضد المعصية ضد الظلم إذن فأضداد الظلم ما هو العدل ضد المعصية هي الطاعة وهكذا هناك قائمة حوالي ثمان خصال أتت في القرآن الكريم هي أضداد ثمان خصال أضداد الإسلام فأضداد الأضداد هي إسلام تمام يعني إذا كان الإسلام ضد الظلم تمام فالعدل من الإسلام إذا كان الإسلام ضد المعصية فالطاعة معصية الله طرعا والرسول في الطاعة من الإسلام هذه سميتها العمل الصالح إذن فالإسلام في القرآن ثلاثة أجزاء يعني الذين يرفعون الإسلام هو الحل نذكر هل يستحضرون هذا أثناء كلامهم هل يكون عندهم أن نحن نقبل على المعلومات مع أي طرف مسلم أو غير مسلم ثم نسلم بالمعلومات الصحيحة ثم ينعكس هذا التسليم على سلوكنا وأفكارنا وتعاملاتنا ليس في بالهم أبدا الإسلام المطروح اليوم هو إسلام سلطاني سياسي مذهبي خصومي فقهي بشري يجمعه الإسلام البشري هذه التاريخ السياسي السلطوي كذا يجمعه الإسلام البشري هناك إذن إسلام إلهي شرحت لكم باختصار مسألة الإقبال ثم التسليم ثم عمل الصالحة هذا الإسلام الإلهي الموجود في القرآن الكريم الإسلام البشري تقريبا كل مرة يلخصون في شيء مرة يلخصون في التاريخ نموذج الخلافة مرة يلخصون في العقوبات الشرعية قطع يد السارق كل مرة يلخصون في شيء والإسلام الذي صنع هذا هي الإسلامات المقطعة هي الروايات والأحاديث التي تلبست أيضا بالسياسات والمذاهب والخصومات مثلا الحديث المشهور أنا بحثته موسعا في مقالاته ونشرته مثل الإسلام الحديثي الإسلام في الحديث الإسلام في الحديث ليس خمسة أركان مرة خمسة مرة ستة مرة أربعة مرة واحد مرة ثلاثمائة وخمسين مرة يعني مختلفة يعني فيها تناقض كبير بل حتى الحديث المشهور حديث ابن عمر هو موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا له بنية الإسلام على خمس الصواب أنه موقوف بمعنى أن سئل ابن عمر لماذا لا تجاهد فقال إنما بنية الإسلام على خمس شهادة إلا الله وحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذا الصواب أنه موقوف على ابن عمر بعض الرواة رفعه هذه مشكلة حديثية لا ينتبه إليها أهل الحديث غلبت الرواية المرفوعة بعد القرن في أواء القرن الثاني تقريبا غلبت الرواية المرفوعة نتيجة الخصومة مع أهل الرأي وهذا مشكلة عويصة يبغى لها شرح ربما في حلقة أخرى يليت نشرح مسألة أنه كيف انتقلت الأحاديث كيف أن المصادر الأولى كالموطأ لبمالك المتوفي عام 179 وعبد الرزاق الصنعاني المتوفى عام 20 وعشر وابو بكر بن بي شيبة 235 كيف أن أغلب الأحاديث موقوفة كيف تحولت إلى أحاديث مرفوعة عند المتأخرين كالبخاري ومسلم وأصحاب الصنعين كيف أصبح حديث كان مرسلا قاله الحسن البصري أو أثر قاله زير بن ثابت أو فعل لبن عمر أو اعتذار لبن عمر كهذا الحديث كيف تحول وأصبح حديثا مرفوعا في عوامل اجتماعية وفقهية خصومة معه للرأي ومعه كذا يجعلونك في وجه الرسول بدل ما يخلونك في وجه صحابي أو تابعي أنه هذا رأيه لا يخلونك في وجه الرسول مباشرة وهذا من المكرش الذي وضع حقيقة في صناعته للحديث وأيضا من يظهر لي أن هذا له علاقة بالصناعة الحديثية بمعنى الخصومة مع أهل الرأي بس أخاف أفصل فيها الخصومة مع الرأي أنتجت أنتجت أنه لا نحتاج عليهم بأثر نحتاج عليهم بحديث قال رسول الله قال رسول الله وهكذا إذن المقصود أن الإسلام البشري الذي عند الفرق الإسلامية أو نقول عند الحركات الإسلامية كالإخوان وغيرهم حتى عند الشيعة عند الإخوان عند السلافية أنا ليس لخبرة على المرويات الشيعية هل عندهم فيما ينسبونه الأمة فيما ينسبونه هل هناك روايات ضعيفة أدت إلى دخول الإسلام البشري أيضا في رواية أهل البيت أم أن عندهم رواية أهل البيت صافية أما نحن السنة فهناك السلافية والإخوان السلافية والإخوان أدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نتيجة اتباعهم لسلافهم أشياء تعارض الكتاب تعارض الإسلام الأول مع الإسلام البشري تمام؟ مثل ما ذكرت لك من الفتوح ومثل ما ذكرت من العقوبات الشرعية كأن الإسلام أهمل وجوانب الغاياتية في القرآن الكريم غاية التقوى غاية التفكر غاية الذكر غاية الرشد غاية الهداية هذه مهملة غاية الرحمة مهملة وهي الغايات وذهبوا إلى الشعائر والتفصيلات وهي الإسلام حتى كما قلت لخصوا الإسلام إذا في حاكم يقطع اليد خلاص عندهم هذا هو الإسلام هذا 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 ضعف ضعف في التصور ضعف في معرفة الدين نفسه إذن فالإسلام البشري اليوم هو نتيجة إسلام رواء بشري سابق تساندت عليه ضعف العقل البشري مع قوة السلطة مع خصوم المذهبية أنتج الروايات وعقائد وأهاديث هم يرونها هي النموذج ولو الإسلام التاريخي من يقول بالخلافة بأن العودة لعهد الخلافة 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 يا حبيبي فيها الأربعة وفيها بن أمية وفيها بن العباس وفيها العثمانيون كل المظالم موجودة في هذه وإذا قللوها قلوا لا نحن نريد الخلافة الخلافة الراشدين أيضا فيها أثر بالأموال فيها استثار بالولاد فيها عزل الأنصار فيها أشياء كثيرة يعني الخلافة في عهد الراشدين طبعا ليس في كلهم فيها التفاضل في العطاء يعني من يقبل الآن مثلا التفاضل في العطاء هذا شرعه عمر غفر الله له ورحمه اللي هو التفاضل بين المهاجرين والأنصار بين قريش وكذا طيب اليوم لو في المدرسين مثلا العتيبي المدرس له ستة ألاف واللي من جزن الف ونص واللي من سبع خمسة ألاف واللي وإذا فيه مدرس من على الشيخ له اثنى عشر ألف ألا يسبب فتنة وتنازع هذا العطاء فعله عمر في عهده وكان خطأا التفاضل في العطاء حتى الأستاذنا الدكتور عزدي موسى وهو دكتورنا السوداني يدرس في جامعة الملك سعود يرى أن أسباب الفتنة الكبرى هي هذا العطاء يعني كلما التقى وأنت من أصحاب الألفين من أصحاب الألف إذن ليس معياراً حتى عهد عمر ليس معياراً للإسلام عندما يقول الإسلام هو الحل المفترض لمعيار هو القرآن الكريم وما ثبت من التطبيقات الكبرى من النبي عليه الصلاة والسلام طبعاً لسنا في وارد شرح ماذا جرى من الإسلام السياسي البشري الذي دخل في الإسلام الإلهي من بعد السقيفة مسألة معايير الحاكم للحل والعاقد لم يتبينوا البيعة تتم بمن ما تبينت الشورى ما تبينت عزل الأنصار المشاركة السياسية ليست صحيحة التوسع في الفتوح ومحاربة من لم يحاربنا التجيش يعني نقل مرتدي ما أن أسلموا حتى بعثهم الفتوح التفاضل في العطاء العقوبات التي فرضها يعني التي كان يضرب عليها الناس في عهد عمر يعني يضرب من سمى نفسه باسماء الأنبياء من سأل عن آية متشابهات من تكن بأبي عيسى قال هل عيسى أب من وهكذا هذه الأشياء ارتاحت منها الجماهير الجماهير اليوم مثل هيئة الأمر بالمعروف مرتاحين من درة عمر أكثر من رفق النبي عليه الصلاة والسلام عندهم درة عمر هي النموذج كان يضرب ويذهب وضرب فلان وضرب جلد فلان والدرة طيب يا حبيبي النبي ما كان معه درة اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى أليه محمد فهل تفضلون شدة عمر على رفق النبي عليه الصلاة والسلام نعم عمر له سابقته له جهاده له فقهه له كذا هذا من حيث الإجمال لكن ما يصبح نبي لا تتخذون لا تزاحموننا بالأنبياء يعني نحن مزحومون تراثنا وتاريخنا وفقهاؤنا هناك عندنا زحمة من الأنبياء زحمة كبيرة إنما ما عندناه لنبي واحد الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى أليه محمد طبعا هذه الإجابة كما قلت أنا من حيث العموم وإلا فوجد فوجد من المسلمين حكاما وعلماء وفقهاء وجد منهم من فيه هذا الإسلام وإن لم يكتمل يعني ليس بالضرورة يكون الشخص فيه جميعا مثلا عمر بن عبد العزيز في القضية العدل في الاقتصاد رائع جدا تستطيع تقول العدل الإلهي الذي أراده الله موجود لكن في الناحية المعرفية كان جبريا من حيث القلب الجبر هذا أو على عقيدة بني أمية ونحية العلمية ليس مجتهدة وليس له علم وليس له إنتاج في التفكر في الكون في العقل لكن الجانب الاقتصادي نموذج ممتاز الإمام علي تجد أيضا ثقافة قرآنية رائعة فيه ليس فقط على مستوى العدل فقط في الأموال وإنما في التنبيه على خطورة الشيطان اللي ما نسمعه اليوم تقريبا ما نسمعه عنه تحذير وإنما التحذير من بعضنا البعض الثقافة النفاقية التفكر في الكون تنزيه الله عز وجل وما أشبه ذلك تجد بعض الأعلام الصوفية الجانب الروحاني الخوف من الله رائع فيها تجد الجانب التفكر في الكون مثلا تجد عند الفلاسفة في جوانب ابن سينا الفارع وغيرهم يعني ابن الكندي ابن النفيس يعني وفي أنفسكم أفلا توصلون سواء أطباء هذه الأعلام المسلمين الذين فكروا في المادة عندهم جانب من كبير من الإسلام القرآني في جانبهم يعني أنا ما أعرف سيرة مثلا ابن سينا هل أيضا يكرم اليتيم وهل يحب على طعام المسكين بس أعرف جانبا أنه تميز فيه ابن النفيس جانب تميز الخوارزمي وغيرهم فلذلك الإسلام مشتت في أفراد الإسلام الواقعي الذي طبقه مشتت في أفراد تجد سياسيين قليلين جدا أو حكام قليلين تجد فلاسفة روحانيين وما شبه ذلك وحتى أيضا في جانب الخلفاء الأموين والعباسيين تجد فيهم المأمون مثلا في فلسفة وفي قراءة التراث الإنساني ووضع دار الحكمة وترجمة الكتب الفلسفة هذا أيضا جانبنا الإسلام الأول إلا أنه ظالم في مساء الأخرى طبعا النماذج الجزئية لا نستهين بها أولا النماذج الجزئية نعم قد يكتمل الإسلام في مثل الإمام علي قد يكتمل الإسلام بغاياته العشرين فهم الإبتلاء العقل التفكر الرشد التقوى الصدق نعم ليقوم النقص في القصد لعلهم يرشدون لعلهم يتقون لعلهم يعقلون لعلهم إلى آخر هذه قد تكتمل فيه هذا ليس معنا هذا نقولي بالعصمة تعرف أن الأخوة الشيعي ينازعوني لماذا لا تقول بالعصمة العصمة بوضوع عندي ثاني لكن قد يكتمل فيه يكتمل فيه إما آخرين سواء من أهل البيت أو من غيرهم قد يكتمل مجمل الإسلام ولكن أنا عندما أناقش مثل ابن سينا عندما أرى ضوءا من ابن سينا أنه تمكن في الجانب المادي أو إخوان الصفة أو الفارابي على ما وصلهم على ما وصلهم من معلومات أرى أنهم نعم فيه مثل عمر بن عبد العزيز أموي وعنده الجانب العدل تمكن فيه أو بلغ خاص العدل في الاقتصاد بلغ فيها الضروة تقريبا فممكن أن نتلمس هذه ليس بالضرورة أن نجد أن الواقع أتى بما ذكرته عن الإسلام اللي هو الإقبال ثم التسليم ثم هذا الإسلام شامل ويستمر اللي هو الإقبال ثم التسليم ثم عمل الصالحات هذا نضاح الإسلام ونضاحهم بهذا لا يشترط أن نجد أن نحمي يعني بعضهم قد ما يقبل هذا يريدون حماية طيب هل ما في أحد هذه ترى مشكلة هذه يعني بمعنى أننا أنا نشترط والله إذا ما في أحد من المسلمين قال بهذا هذه مشكلة لا عندك القرآن ناطق ألم تكن آياتي تتلى عليكم ولم يكن السؤال يوم القيامة ألم تكن سير العظماء والصالحين تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم هذا أمر اتفضل فيه ترجمة نانسي قنقر